السلام عليكم في فيديو جديد إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير تكونوا بصحة جيدة نصابوا اليوم واحد الكيكا بالقرعة الحمراء أو اليقطين بنينة بزاف بالنسبة المقادير اللي غا نحتاجهم في الكيكا 150 جرام السكر 5 بيضات 200 جرام القرعة الحمراء 300 جرام الطحين 3 خاملة الحلويات 300 جرام 200 ميلي القجدات الطارية نقوم بتقديم الملحة و نصف القصغير القرفة و طيبة الشوكولات و نصف القجدات الطرية و نس experiência و نجمع الحليب و هذا الذين نضيف للبط و نقوم بتقديم الملحة و نراس القصغير و ن также نضيف التركيم الوضع نضيف السكر سانيدة 150 جرام نضيف الساشي الفانيلا نضيف الزيت و نضيف القيشة الطريقة نستمر في التحرك نضيف القيشة صغيرة نضيف القيشة نضيف القيشة نضيف القيشة و نضيف القيشة تحصل على القيشة نضيف القيشة نضيف القرعاء كمية كاملة 300 جرام ثلاثة ساشية 7 جرام ثلاثة جرام ثلاثة نضيف قطاع ثلاثة نضيف خلط الجرام سوف نستخدم الكيكا في المول نستخدم الكيكا في المول فران اضعه على 160 درجة اضعه على الوصف اضعه على الوصف اضعه على الوصف اضع الحليب اضعه على الوصف سكر اضعه على الطيب اضعه على الوصف ثم اضعه على الوصف اضعه بهذه الكريمة كريمة كيبنية بزاف كتجي هائلا المهما اي بغيتو تنسموها بالفانيلا سائلة واي نكها كتضيفو لها اضافة على حساب الرغبة انا خليتها غير بالمداق ديال مهم كتضيفو حبيبة شوكولا والقرقع مهرماش او كامل صاين تزين كي بقى اختياري كي كتليقتين او كي كتلقرع على الحمراء كتجي هائلا كتكون بهادي الشكل كانت من ان شاء الله تجربوها لانها بنينا وما فيهاش المداق ديال القرعة ان شاء الله تجربوها اكيد غدي تعجب لكم الوصفة اغتم معكم هاد الفيديو ببعض الصور الكي كا و الى فيديو قديم ان شاء الله استودعوكم الله الذي لا تضيع ودائعو اشتركوا في القناة